اطمأن جلالة الملك عبدالله الثاني على الأطفال المرضى في مركز الحسين للسرطان وتمنى لهم الشفاء العاجل بعد طلق العلاج اللازم في المركز وذلك خلال زيارة جلالته لهم في صبيحة أول أيام عيد الأضحى المبارك علامات الفرح والسرور ارتسمت على وجوه الأطفال في المركز وهم يستقبلون جلالة الملك الذي آثر أن يزورهم في صبيحة أول أيام العيد في مشهد إنساني رائع عنوانه الأمل وتفاؤل في نفوس هؤلاء الأطفال الذين يرقدون على أسرة الشفاء في قسمي برنامج زراعة نخاع العظم وأورام الأطفال بعد أن بادلهم جلالة الملك التهنئة بالعيد وقدم لهم أجهزة كمبيوتر لوحية هدية العيد وكان جلالة الملك استهل زيارته للمركز بجولة في قسم برنامج زراعة نخاع العظم الذي يجري حوالي 220 عملية زراعة نخاع سنويا ويعد من أكبر وأكثر البرامج نجاحا في الشرق الأوسط وحقق معدلات شفاء متوافقة مع المعايير الدولية وفي قسم أورام الأطفال الذي يعنى بعلاج الأطفال المصابين بالسرطان اطلع جلالته على العلاج الشموني المقدم لهؤلاء الأطفال والأجهزة والبرامج التي تتيح لهم ممارسة نشاطاتهم المتمثلة في المخيم الصيفي والعلاج باللعب وبرنامج تحقيق الأحلام المخصص لاحتضان المرضى والتخفيف عنهم والبرنامج التعليمي الهادف إلى مواكبة التحصيل المدرسي خلال فترة طلق العلاج واستكماله بروح معنوية عالية وهمة قوية